بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نرحب جميع الطلاب والطالبات أجمل تلحيب ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ وإياكم بقراءة الآيات من سورة النساء نأخذ أهداف الدرس من هداف الدرس أولا طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى وأيضا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالب من الأخطاء وكذلك تطبيق أحكام التجويد والتلاوة بتدبرد وخشوع من أداب تلاوة القرآن الكريم أولا الإخلاص لله عز وجل وذلك من يخلص المسلم أو المسلمة في قراءة كلام الله عز وجل وأيضا من أداب تلاوة القرآن الكريم الطهارة من الحدث الأصري والأكبر والنظافة وذلك باستخدام السواك قبل قراءة كلام الله عز وجل وأيضا من الآداب الاستعادة في أول قراءة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأيضا من الآداب البسملة وتكون بسملة في أول السور كما أنها تجوز كذلك في وسط السور وكذلك من آداب تلاوة القرآن الكريم تحسين الصوت به والتلاوة بتدبر وخشوع وأيضا من الآداب التسبيح عند آيات التنزيح وأيضا من الآداب الاستعادة بالله عند آيات الوعيد وأيضا سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد كسؤال الله عز وجل الجنة وهذه بعض الآداب هذه بعض آداب تلاوة القرآن الكريم والذي يبغي لي كل مسلمين و مسلمين يتحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل و قبل أن نبدأ إياكم بقراءة الآيات نرجو من جميع الطلاب و الطالبات فتح المصحف و المتابعة معنا حتى نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم و كان الله عليما حكيما و ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة و عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا بعد قراءة الآيات نأخذوا إياكم بعض الكلمات التي يعني ممكن يقع فيها الخطأ من الكلمات التي يعني ممكن يقع فيها الخطأ في قولها عز وجل وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا كنت تقرأ يأتينها أهنا يأتينها هنا لابد أن أمنها أن لك ألف صغير أن تباهي إليها وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا و أيضا من الكلمات التي يعني ممكن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل فَآَذُوهُمَا في كلمة فَآذُوهُمَا ممكن يقرأها بعض فَآذُوهُمَا في فَآذُوهُمَا قراءة صحيحة فَآذُوهُمَا و أيضا من الكلمات التي يمكن أن يقع فيها الخطأ في هذه الآيات في قول الله عز وجل حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ غالب يقرأ البعض أحدهم لا ينظر إلى حركة الدال الدال المفتوحة حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ أَحَدَهُمْ و أيضا من ضمن الكلمات التي يعني ممكن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل وَلَا تَعْضُلُوهُمْ غالب يقرأ البعض وَلَا تَعْضُلُوهُمْ تَعْضُلُوهُمْ يكسر الضاد هنا الصحيح وَلَا تَعْضُلُوهُمْ وَلَا تَعْضُلُوهُمْ و أيضا من الكلمات التي يعني ممكن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل بفاحشة يقرأ بأن بيّنة حفصة عن عاصمة يقرأ بكسر لها مبينة بكسر الياء و البعض عني أن يقرأ خطأ في مبينة خاصة في رواية حفصة عاصمة و الصحيح مبينة وليست مبينة هذه بعض الكلمات التي يعني ممكن يقع فيها الخطأ بعد ذلك نأخذ وإياكم بعض حكام التجويد بعض حكام التجويد في هذه الآيات من حكام التجويد في قول الله عز وجل فإن تابا فإن تابا الحكم التجويد في قول فإن تابا من يستخرج لنا هذا الحكم من يعرف تفضل أحسنت هنا ننساكنة أتى بعد التا والتا من حروف الإخفاء الحقيقي فإن تابا فإن تابا و أيضا من أحكام التجويد في قول الله عز وجل إن الله كاتوابا رحيما من يستخرج هذا الحكم فضل أحسن تنوينة بعد الراء والراء من حروف الإدغام بغير غنة إدغام بغير غنة توابا رحيما إدغام بغير غنة و من الأحكام كذلك في قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء السوء هذا مد منع هذا مد ما نوع هذا المد منفصل أو متصل من أيهما أحسنت مد متصل السوء لماذا مد متصل لماذا لأن الهمز والمد في كلمة واحدة وسبب هذا المد سببه سببه من يعرف أحسنتم سببه الهمز هنا الهمز في قول السوء و أيضا من أحكام التجويد في قول الله عز وجل ثم يتوبون من قريب من قريب من قريب من عز الحكم نحكام أن ننساكن التنوين نقول ننساكنة تبعد القاف والقاف من حروف الإخفاء الحقيقي من قريب وإذا وقفت على قريب تلاحظ هنا الباء هنا نحكام نقوم من أحكام القلقلة قريب إذا وقفت عليها قريب والقلقلة ما حروف القلقلة أحسن حروف القلقلة قطب جد قطب جد ومن ضمنها الباء و أيضا من الأحكام في هذه الآيات في قولة علي من حكيمة علي من حكيمة علي من حكيمة هنا تنوين بعد الحاء و الحاء من أي حروف من يستقلل هنا بأي حروف أحسن حروف الإظهار الحلقي علي من حكيم إظهار حلقي و حروف الإظهار الحلقي كم حرف ستة أحرف جمع الإمام الشاطبي رحمه الله في قوله ألا هاج حكم عما خاليه غفلة ألا هاج حكم عما خاليه غفلة أوائل الكلمات تجدها حروف الإظهار الحلقي هذه بعض أحكام التجويد في هذه الآيات و نستنتقل إلى الآيات الأخرى و نستخرج و إياكم بعض أحكام التجويد بعض و ليس كل أحكام بعض أحكام التجويد في قول الله عز وجل أول حكم معنا في قوله جل وعلا حتى إذا حضر حتى إذا حضر حتى إذا هذا الحكم مرة معنا قبل قليل من نوع المد نقول المد هذا المأي مد مد منفصل لماذا؟ لأن الهمز في كلمة و المد في كلمة أخرى حتى إذا حضر حتى إذا حضر هنا مد منفصل مد منفصل و أيضا من أحكام التجويد في قوله عز وجل أولئك 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 هذا مد منوعه مرة معنا مد متصل لماذا؟ لأن الحمز و المد في كلمة واحدة الحمز و المد في كلمة واحدة و أيضا من أحكام التجويد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا لو قلنا منوع هذا المد هو مد ليس عليه علامة مد مثل يا أيها فنقول مد ننوع المد أو مد بدل من مد بدل لماذا مد بدل؟ لأن الحمز تقدم على المد وتعريفه أن يتقدم الحمز على المد مد بدل و يمد كم حركة مقدار حركتان من حركتين في رواة حفصان عاصب حركتان رواة حفصان عاصب و أيضا من أحكام التجويد في هذه الآيات يقول الله عز وجل إلا أن يأتين كذلك آمنوا قلنا آمنوا إلا أن يأتين هنا تلاحظوا هنا نساكنة بعد الياء و الياء من حروف الإدغام بغنة أن يأتين حروف الإدغام بغنة و أيضا من أحكام التجويد في قول الله عز وجل فإن كرهتموهن فإن كرهتموهن هنا نون ساكنة بعد الكاف و الكاف من حرفي حروف الإخفاء الحقيقي من أحكام النون الساكن والتنوين فإن كرهتموهن و أيضا آخر حكم معنا في هذه الآيات في قول الله عز وجل خيرا كثيرا و يجعل الله في خيرا كثيرا كذلك من أحكام النون الساكن والتنوين و إخفاء الحقيقي و لو أسألناكم كم حروف الإخفاء الحقيقي تلاحظ حروف الإخفاء الحقيقي يعني كم ذكرنا كم حكم أو كم يعني حكم الإحكام أو الإخفاء الحقيقي كم حروفه من يعرف أحسنتم خمسة عشر حرفا جمعها الناظف رحمه الله صف ذاتنا كم جاهز شخص قد سمى دم طيبا زد فتقا ضع ضالما هذه الكلمات أو في أوائل كلمات تجد حروف الإخفاء الحقيقي بعد ذلك نقرأ الآيات مرة أخرى و أرجو أن تبهني حتى نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذَا دِيَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبًا ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتبوهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قررنا الآيات مرة أخرى وأن نستخدم هنا علامات الوقف من علامات الوقف في قوله عز وجل في قوله وأن ترثوا النساء كرها صلاة وقف حسن والوصل أولى وإيضا جيم يسمى وقف كافي وهذه بعض علامات الوقف في هذه الآيات وهكذا ننتهي نوعياكم من درسنا لهذا اليوم ونؤكد على الإخوة ونؤكد على الطالبات الطلاب والطالبات بأن يقرأوا الآيات قراءة صحيحة وذلك بالاستماع بنصاح مرتلة وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم لدرس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته